أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موزونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وقأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحمت قير كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغب ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخزود وتلح منزود وصل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إن أنشأناهن إن شاء وجعلناهن أبكارا عربا أطرابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وزل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعزاما أئنا لمبعوثون أبا آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقاض يوم معلوم ثم إنكم أيها الظالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطقاما فزلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتمه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه حطقا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومطاعا للمقفين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المتقهرون تنزيذ من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ نتنزرون ونحن مقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين وسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الصغالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليكين فسبح بسم ربك العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وكعت الواقعة ليس لوكعتها كاذبة خافزة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبصت الجبال بسا فكانت هباء منبثة وكنتم أزواجنا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موزونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وقأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحمت قير كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغب ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخزود وطلح منزود وصل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة وفارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العزيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعزاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقاط يوم معلوم ثم إنكم أيها الظالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم من نشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطقاما فزلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه مجاج فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقبين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المتغهرون تنزيذ من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنزرون ونحن مقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين وسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الصغالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليكين فسبح بسم ربك العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وكعت الواقعة ليس لوكعتها كاذبة خافزة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبصت الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجنا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موزونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وقأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحمت قير كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغب ولا تأثيما إلا قيلاً سلاماً سلاماً وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخزود وتلح منزود وصل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء وجعلناهن أبكارا عرباً أطرابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وزل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا تراباً وعزاماً أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقاط يوم معلوم ثم إنكم أيها الظالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناهم حطقاما فزلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه مجاج فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقفين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المتقهرون تنزيذ من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنزرون ونحن مقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين وسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الغالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليكين فسبح بسم ربك العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وكعت الواقعة ليس لوكعتها كاذبة خافزة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبصت الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجنا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موزونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وقأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحمت قيل كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغب ولا تأثيما إلا قيلاً سلاماً سلاماً وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخزود وتلح منزود وصل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء وجعلناهن أبكارا عرباً أطرابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وزل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا تراباً وعزاماً أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقاط يوم معلوم ثم إنكم أيها الظالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطقاما فزلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتمه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه مجاج فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومطاعا للمقبين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المتقهرون تنزيذ من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنزرون ونحن مقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين وسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الصغالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليكين فسبح بسم ربك العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وكعت الواقعة ليس لوكعتها كاذبة خافزة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبصت الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجنا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موزونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وقأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحمت قير كأمثال لؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغب ولا تأثيما إلا قيلاً سلاماً سلاماً وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخزود وتلح منزود وصل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء وجعلناهن أبكارا عرباً أطرابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وزل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا تراباً وعزاماً أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقاط يوم معلوم ثم إنكم أيها الظالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم من نشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناهم حطقاما فزلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاج فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقفين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المتغهرون تنزيذ من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنزرون ونحن مقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين وسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الصغالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليكين فسبح بسم ربك العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وكعت الواقعة ليس لوكعتها كاذبة خافزة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبصت الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجنا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موزونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وقأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحمت قير كأمثال لؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغب ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخزود وتلح منزود وصل ممدود وماء مسكوب وباكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء وجعلناهن أبكارا عربا أطرابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وزل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعزاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الظالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطقاما فزلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزني أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه مجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومطاعا للمقبين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المتغهرون تنزيذ من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنزرون ونحن مقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين وسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الصغالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليكين فسبح بسم ربك العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وكعت الواقعة ليس لوكعتها كاذبة خافزة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبصت الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجنا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موزونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يسدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحمت قير كأمثال لؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغب ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخزود ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وزل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا تراب وعزاما أئنا لمبعوثون أباءنا الأفضلون قل إن الأفضلين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الظالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطقاما فزلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتمه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه حطقا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومطاعا للمقبين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المتغهرون تنزيذ من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنزرون ونحن مقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين وسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الصغالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليكين فسبح بسم ربك العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وكعت الواقعة ليس لوكعتها كاذبة خافزة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبصت الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجنا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موزونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وقأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحمت قير كأمثال لؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغب ولا تأثيما إلا قيلاً سلاماً سلاماً وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخزود وتلح منزود وصل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء وجعلناهن أبكارا عرباً أطرابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وزل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا تراباً وعزاماً أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الظالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطقاما فزلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزني أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه مجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشئتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومطاعا للمقبين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المتقهرون تنزيذ من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنزرون ونحن مقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين وسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين اصغالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليكين فسبح بسم ربك العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافزة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبصت الجبال بسا فكانت هباء منبثة وكنتم أزواجنا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موزونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وقأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحمت قير كأمثال لؤلء المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغب ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخزود وتلح منزود وصل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء وجعلناهن أبكارا عربا أطرابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وزل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العزيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا تراب وعزاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الظالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطقاما فزلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزني أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه مجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومطاعا للمقبين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المتقهرون تنزيذ من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنزرون ونحن مقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين وسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الصغالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليكين فسبح بسم ربك العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وكعت الواقعة ليس لوكعتها كاذبة خافزة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبصت الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجنا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موزونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأباريق وقأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحمت قير كأمثال لؤلء المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغب ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخزود ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وزل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعزاما أئنا لمبعوثون أباءنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقاض يوم معلوم ثم إنكم أيها الظالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم من نشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطقاما فزلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقبين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المتقهرون تنزيذ من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حين إذن تنظرون ونحن مقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين وسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الغالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليكين فسبح بسم ربك العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وكعت الواقعة ليس لوكعتها كاذبة خافزة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبصت الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجنا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موزونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وقأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحمت قير كأمثال لؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغب ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخزود وتلح منزود وصل مندود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء وجعلناهن أبكارا عربا أطرابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وزل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعزاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقاض يوم معلوم ثم إنكم أيها الظالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم من نشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطقاما فزلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتمه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه مجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومطاعا للمقبين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المتقهرون تنزيذ من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ نتنزرون ونحن مقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين وسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الصغالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليكين فسبح بسم ربك العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافزة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبصت الجبال بسا فكانت هباء منبثة وكنتم أزواجنا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موزونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وقأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحمت قير كأمثال لؤلء المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغب ولا تأثيما إلا قيلا سلاما 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 وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخزود وتلح منزود وصل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء وجعلناهن أبكارا عربا أطرابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وزل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أَإِذَا مِتَنَا وَكُنَّا تُرَابٌ وَعِزَامٌ أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَادِ يُوْمٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الظَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّونَ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلِيهِ مِنْ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناهم حطقاما فزلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه مجاج فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومطاعا للمقفين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المتقهرون تنزيذ من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حين إذن تنزرون ونحن مقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين وسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الصغالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليكين فسبح بسم ربك العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وكعت الواقعة ليس لوكعتها كاذبة خافزة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبصت الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجنا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موزونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وقأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحمت قير كأمثال لؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغب ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخزود وتلح منزود وصغل مندود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء وجعلناهن أبكارا عربا أطرابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وزل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعزاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقاض يوم معلوم ثم إنكم أيها الظالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب اليم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم من نشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطقاما فزلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتمه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه مجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومطاعا للمقبين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المتقهرون تنزيذ من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ نتنزرون ونحن مقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين وسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين من الصغالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليكين فسبح بسم ربك العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وكعت الواقعة ليس لوكعتها كاذبة خافزة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبصت الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجنا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موزونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وقأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحمت قير كأمثال لؤلء المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغب ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخزود وتلح منزود وصل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء وجعلناهن أبكارا عربا أطرابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وزل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا تراب وعزاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقاض يوم معلوم ثم إنكم أيها الظالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم من نشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطقاما فزلتم تفكهون إنا لمغرمون نحن جعلناها تذكرة ومطاعا للمقفين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المتغهرون تنزيذ من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حين إذن تنزرون ونحن مقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين وسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الصغالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليكين فسبح بسم ربك العظيم صدق الله العظيم